بالنسبة لعجينة البقلاوة او الجلاش لو احنا اللي فردينها ممكن نعمل منها نفس الفكرة اللي ممكن نتعمل بيها العجينة الجاهزة بس الفكرة طبعا ان تكون عجينة معمولة في البيت هتبقى مختلفة او حتى موصين عليها لو احنا عندنا مغبز قريب نقدر نوصي عليها هتكون مختلفة في النوع بتاعتها اللي تكون عجينة طازة هنا بتبقى راقات كل راق مفروض لوحده ولو جايبها مربعة ممكن نستعملها مدورة نفس الشيء ممكن نستعمل كل قطعة موجودة هنا هوت هنستعمل في العجينة ديت نعمل حاجتين ببصرف ونظر عن مسميات هنحشي واحدة بالقشطة او الاتنين نحشون بالقشطة بس واحدة تتعمل وحايد لكل شخص واحدة او تبقى حاجة كبيرة وكل واحد ينهش منها فهنعمل هنا هوت اول قطعة بنعمل نقطع دية ككل القطعة الزيادة اللي موجودة ديت هنخليها على جنب هنستعملها بنعمل اول واحدة على اساس انها تبقى عندي شبه اللي هو المعين اللي هو شبه متوازل اطلع او متوازل اطلعها مش شبه متوازل اطلعها وبقطعها على نوات بحيس ان انا حسب حجمها اللي انا عايزه بقطعها يعني بقطعها بطريقة دي وبعدين باجي في الزاوية اللي بنقطع الزيادات ديت وبعدين بنعملها الاساس ان ده هيبقى زي مربعة نقطعها بطريقة ديت او هيبقى مسلس يبقى ده المعين اللي بقطعها والحيطة الصغيرة دي بقى خليها اما النوعي التاني بستعمل بجيب طبق وبقطع ديت كالخطواتين هنا هون طبعا حسب عدد الرئات اللي انا عاملها انا عامل ثلاث او اربعة او خمس او ستة او سبع رئات وزي ما قلت هتبقى المستوي اللي جايبها جاهزة غير اللي انا بعملها العجينة نفسها بتفرق في الحالتين مش هنحط في قلبيها زبدة من تحت او سمنة انستعمل دي بعدين دي بقى عندي هنا طبعا نحاس ان انا بعمل بطرون بفاصة بزيتين او مهندس بنقول مسلسات ومربعات ودواب لكن الفكرة فيها ان احنا بالاشكال ديت هنعمل الحلو اللي احنا نستعملها فيه اشطة الاشطة اللي هي الطازة بيبقى مختلفة عن الاشطة اللي هي حليب بيغلي وتحط عليه شوية من النشا دي بتسمى اشطة كدابة او الاشطة اللي ممكن مضهوخة او الحليب حسب اللي انتو تحبوا تسموه هنحط كنسبة وتناسب مقدار من الاشطة الحليب ديت واحط ضعفهم ضعفهم تبقى اشطة طازة نحط كل دول مع بعض ما فهمش اي سكر نخلط كل دوت فنفس الحشو اللي هستعملو هحشيهم يعني استعملو للحشوين نحط كل الحشو دوت ونرجع هنا هو نبتدي نحشي الحاجة اللي احنا عملناها بحط في قلبيهم الصينية اللي انا هسوي فيها شوية من السامنة السايحة شوية سامنة السايحة وبعدين نجتدي نحط فيهم الحشوات بجيب اول واحدة نحطها هنا هو وبحط في قلبيها يعني بحطها هنا ممكن تبقى النص وبالمعلقة بنحط شوية من الحشو هنا وبعدين بقفلها على اساس تبقى المسلس اللي احنا قلنا عليه يبقى ديت بتقفل كمسلس نجيب واحدة كمان هنا نحطها في الجنب وبحط الحشو في النص بطها كمية كافية من القشطة وبعدين بقفلها وبتبقى ديت المسلسات اللي هي بتبقى بتتسمى شعبيات ديت تقفل من الجنب ممكن نعمل مسلسات كده ونروح ندير عليهم نحط واحدة هنا معلقة من القشطة وبعدين بقفلها وبعد كده بكمل نفس الحكاية ونحط عليها شوية تانية من السمن يبقى ديت اللي بتدخل الفرن وبسويها وأسبها تستوي على اساس الطريقة التانية اللي هي الطبق اللي أنا عامله بجيب الصنية وبرضو بحط فيها شوية من السمنة بتكون سمنة سايحة والطبق اللي احنا عاملينه بناخد بالقاعة الأول القاعة ده اللي فيه بنحطها هنا وعشان أحشيه هعمله زي سور فالسور هتعمل من قيم كل الحدد اللي احنا قطعناها ديت بنجيبها هنا هون بنحطها بنرفع بها هنا في الجنب بنرتفع هنا هون في الجنب أي قطع زيادة عندي بنعملها هنا بنوسحها ولو فيه زيادات هنا بنحطها بالطريقة ديت وديت هتبقى الارتفاع بتاعها عشان الزبق القشطة ما تجريش في كل حدد ناخد شوية من القشطة فديت ممكن تكون زي كيكا معمولة لأكبر لعدد أكبر من الناس غير اللي احنا عاملينها اللي هي مسلسات كل واحد عنده قطع واحدة بس بعد ما نحطها هنا هون شوية صغالين من السمنة جواها هنا احنا بس على عشان ديت تبقى محمرة ما تبقاش عاجينة كلها شوية صغالين من السمنة وباخد الطبقة التانية اللي هي من فوق وبنغطي بيها نحطها هنا هون وقبل ما بدخلها الفرن ممكن ديت نعمل لها زي شكل مربعات بسيطة هنا هوت بحاجة تكون حمية نعملها بالطريقة ديت ونفس الشيء شوية صغالين هنا من السمنة على الوش مبطاها هنا وهي تنزل على الجناب وبكون ديت كافية انها تحمرها كلها لو في فرشة ممكن نستعملها وديت بتكون اللي هي زي ما بقول بتتسمى نهشة عساس انها تبقى قطعة جيرة وبيتنهش منها او بيتشال منها لما منطلحها بتكون لسه دفية شوية دوت بيكون شكلها بناخدها ينوت ودي بنحط عليها القطر لو عايزين نزيينها نجيب الطبق اللي هنرفها فيه نفحها من اوه شية اشطة او مليانة اشطة قطعة هنا وبحط معاهم شوية من القطر بيبقى كده ونحط معاهم القطر كمية قطر كفاية على اساس تدخل في الفتحات ديت والقطر زي ما بنقول تملي بيبقى ضعف كمية المية سكر يعني ممكن يكونوا كوبايتين اما بالنسبة لشعبيات الشعيبيات بيبقى فيها السمنة بزيادة لان ديت محطوطة السمنة على قدها لو فاض منها شوية او نزلت سمنة باخد السمنة الزيادة هنا تخلص منها وممكن نحط القطر على مرتين ممكن نحط هنا شوية من القطر على كل واحدة فيهم او نحطها ونحط كمية شوية في الطبق اللي هنقدم فيه نجيب الطبق اللي هنقدم فيه ونبتدي نرسوهم هنا ديت بتبقى محشية اشطة نرسوهم هنا نحطهم بالطريقة ديت ممكن نحطهم بعكس بعضيهم نحطهم ونحط عليهم شوية تانين من القطر في النص هنا نكرر نفس الحكاية واحدة هنا واحدة عكسها ونفس الفكرة من ناحية التانية وزي ما قلت ممكن شوية قطر صغيرين تانين عليهم حاجة بسيطة هنا من القطر ولو حبينا ممكن بنحط عليهم شوية من نفس فكرة الحشوة احنا كان عندنا في الحشوة حاطين قشطة فممكن نجيب شوية من القشطة نحطها هنا النهش او نحط عليهم من جوه هنا كعمل مشترك شوية من القشطة ونستعمل مربط زهر الليمون شوية هنا في النص نجيب زهر الليمون نحط على قل قطعة منهم هنا زهر الليمون شوية صغيرين على كل واحدة ممكن نستعمل دي تلتين هنا وهو لهنا وللنهش ولو حبيته ممكن شوية من الفز نحط شوية هنا فزدق مرشور عليها بس في الجنب هنا وشوية على النهش يبقى دي ات فكرة زي ما بقلنا اللي هي عجينة البقلاء ولو عندنا ممكن نعمل منها اكتر من حاجة الفكرة انتوا عايزين تحشوها اشترك وتحشوهم كسرات الافكار قدامكم اتمنى تجربوها وان شاء الله هتنعرق لكم